أهلا بك. هل من بيان إسرائيلي حول العملية أو ما يجري الآن في الضفة الغربية؟ إضافة إلى أي تطورات سياسية يمكن أن تطلعنا عليها؟ تفضل. نعم عد. الوقت الآن متأخر. ونترقب أن يكون مع صباح هذا اليوم يصدر بيان من قبل المسؤولين الإسرائيليين حول ما جرى في أراضي الضفة الغربية من عملية إطلاق نار في مدينة نابلس. لكن يوم أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لبحث التطورات هناك لا سيمة في ظل تحذيرات وزارة الأمن للحكومة من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار وقد تتطور الأوضاع هناك جراء ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون من اعتداءات على الفلسطينيين وأيضا جراء ما تتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي منذ أكثر من 33 يوماً وبالتالي هناك تحذيرات للحكومة الإسرائيلية من تفجر الأوضاع في أراضي الضفة الغربية وعقب هذا الاجتماع مع قادة المستوطنات نتنياهو قال بأن هناك قلة من المستوطنين أو قلة من الإسرائيليين المتطرفين الذين لا يلتزمون بالقوانين وتصرفاتهم هناك تؤدي إلى ردود فعل دولية تجاه إسرائيل وبالتالي نتنياهو حمل هذه القلة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بخرق القوانين وتصرفاتهم تلك تؤدي إلى نشوب ربما ردود فعل دولية لا سيما تلك القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعربت عن غضبها إزاء ما يقوم به المستوطنون تجاه الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية فيما يتعلق بالتطورات السياسية التي حصلت يوم أمس ولا سيما الحديث عن هدنة إنسانية المقترح القطري الذي تم الحديث عنه هو هدنة إنسانية تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها إطلاق صراحة عشر إلى خمسة عشر أسيرا إسرائيليا تحتجزهم فصال المقاومة الفلسطينية لكن هذه الهدنة من الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يتم قبولها إسرائيل تقول بأنها تريد إطلاق صراحة عشرات الأسرى المحتجزين في داخل قطاع غزة وأيضا الوسال الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني رفيق قوله بأنه لا يتوجب على إسرائيل أن تقبل بهذا المقترح ويجب إطلاق صراحة عشرات الأسرى من أيدي فصال المقاومة الفلسطينية وأيضا يتوجب على إسرائيل أن تعارض هذا المقترح حتى لو أدى ذلك إلى نشوء خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا تدفع منذ أيام إسرائيل من أجل قبولها بهذه الهدنة الإنسانية للسماح بخروج بعض الأسرى من داخل قطاع غزة بكل الأحوال ربما هذا الموضوع سوف يتضح أكثر خلاله هذا اليوم حيث من المرتقب أن يصل رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية السياية إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء المسؤولين القطريين ولبحث قضية الهدنة الإنسانية لكن ربما الموقف الإسرائيلي المتعنت حتى هذه اللحظة هو من أدى إلى فشل جميع الجهود الماضية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لا سيما بأن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت بأن الوساطة القطرية كانت على وشك أن تفرج عن خمسين أسيرا إسرائيليا لكن التوغل والاشتياح البر الإسرائيلي لقطاع غزة أفشل هذه الصفقة وبالتالي داخليا هنا يوجد ضغوط كبيرة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نترياهو من أعوائل الأسرة ومن المتضامنين معهم من أجل الدخول في صفقة شاملة لتبادل الأسرة مع فصال المقاومة الفلسطينية وعوائل هؤلاء الأسرة نصبوا الخيام أمام مبنى الكنيسة الإسرائيلي وبدأوا بالاعتصام مطالبين برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نترياهو ورحيل حكومته واستبدالها بحكومة جديدة والاستجابة لمطالبهم والدخول في صفقة شاملة لتبادل الأسرة لكن أعضاء كبيرة الحرب سواء رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نترياهو أو وزير الأمن أو حتى رئيس المعسكر الوطني بني كانس جميعهم يقولون بأن أهداف العملية العسكرية البرية في قطاع غزة هي تحرير الأسرة الإسرائيليين الموجودين في داخل القطاع أو ربما ممارسة ضغط عسكري كبير على كتاب عز الدين القسام من أجل دفعها لإطلاق صراحة هؤلاء الأسرة والدخول في صفقة في إطار الشروط الإسرائيلية وربما نذكر جيدا بأن إسرائيل على مدار الأيام الماضية كانت تقول بأنه لا حديث عن أي هدنة إنسانية قبل إطلاق صراح جميع الأسرة المحتجزين في القطاع دون شرط أو قيد وربما بمقارنة مع تلك التصريحات نلاحظ بأن هناك بعض التراجع في الموقف الإسرائيلي الذي كان يتحدث عن إطلاق صراح جميع الأسرة دون قيد أو شرط إلى إطلاق صراح عشرات الأسرة من المحتجزين في داخل القطاع وربما هذا يأتي في إطار الضغوط الأمريكية الممارسة على إسرائيل من أجل قبولها بهذه الصفقة والتي سوف يتم خلالها إدخال أيضا المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وخروج بعض الأسرة وربما بعضهم ممن يحملون الجنسية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر